هاد الصاشية فيها جوج الهندية تشوفوا بش حشريتها هاد الهندية كان عقل وانا دري صغير كنا كنشروها بجوج ريال واحيانا كنا ناكلها فابور ومعمر هادا ستار بعد ريال اليوماتية ولات هاد الهندية جوج الهندية تبعشرة الدرام يعني هندية بخمسة الدرام هاد الهندية صبرات وكافحات حتى حطة طرساء مع دوري الكبار والتي كانت العم على فوكا واللاناس والكيوي وغيره ومعهد الهندية هذه خاصنا جميعا في هذه البلاد هذه ومعهد الحكومة ما نفقدوش الامل لانه الانسان غير يطور من الاليات دياله ويطور من راسه وليومين كنت يسوي جدريال غدا يقدر يوصل لعشر الدرام وعشرين درام هاد الهندية بيضاء كي دير بحل الصوفاء وبيضاء مليكات قيسكي ولي بحل الدم كنا كنا نشروع بعشرات درام الصندوق وكان نبيعها بربعات دريال وستة دريال كنا نشروع بعشرات درام كان نبيعه بستين وبستعين وبستمعين وبمئة على حسب تصوروا معي على انه منذ سنوات هدي كنا نشروع الكربة ديالك ناري او الهندية بثلاثين درهم اليوماتية الكيلو ولا بخمسين درهم واش هدا يتصور هاد واش هاد شي معقول هاد الانتقال من ثلاثين درهم الكربة الى خمسين درهم الكيلو انا ما فهمش هذا طبعا هالتطور السريع هذا اللي وقع في هاد المجال هاد احنا كنا نعرفو على ان الزيادة كتكون في عشرة في المية خمسة في المية ولكن في الزيادة باش تكون تلتمية في المية فهذه الزيادة ما عمنا شفناها الا مع هاد الهندية هدي اللي تزادت بثلتمية في المية مع العلم على ان هاد الهندية واو كناري ما كتحتاج لالما لتالشي حاجة هي جاية من عند الله تبارك وتعالى تطالعها كاك وما كتحتاج لالشي حاجة نهائيا وكان اعرفو على ان اليوماتية المزارع ديالة والناس اللي كنتشتغل فيها والناس كستافد منها اليوماتية ماتت للأسف الشديد عنا في الجهة ديال قوليميم وادنون اشهر انتاج ديال الهندية فيت بعمران افسي دي افني اليوم مات وانتهى وضعت معه اليد العاملة وضعت معه بزاف ديال الامور ولهذا لا نستغرب على ان جهة ديال نجاية قوليم وادنون وقليم قوليميم كتحتل الرطبة الاولى وطنيا في البيط طالع نجو او كان نقولوا على انه اليوماتية اشن هو السبب ديال هاد الشي السبب ديال هاد الشي نحن تزنى في هذه البلاد هذه من مجموعة من المخططات ومع الحكومة مجموعة من المخططات من المخطط الاخضر الى الجيل الاخضر الى غيره من المخططات ولكن نتيجة اشن هي هاد الهندية اللي هي فاكهة الفقراء ماشي الفاكهة ديال اللغنية واللباس عليهم فاكهة الفقراء اللي كانت كتسوجد ريال واللي خدمة فيها بزاف ديال الناس وعيشة فيها بزاف ديال الناس اليوماتية اصبحت حتى يمسابع المستحيلات واصبحت تنافس كبريات الفواكه اللي نحن كمغاربة فقراء او متوسطين ما كان حلمو نشرهم اليوماتية هاد المخططات هاديرا ما دارت نتشح جا المجال الفلاحي كنعرف على انه مجال مهم في المغرب وشغل اكثر من 40% من اليد العاملة ويساهم 16% من الناتج الداخلي الخام ومع ذلك للأسف الشديد نحن اليوماتية سادس دولة في العالم تستورد الحبوب وخاصة 7.4 مليون طون سنويا كان سدوردها من الحبوب اذا ماذا حققنا من هذه المخططات كلها الاخضر والاسود والاصفر والجيل الاكضر وغيرهم ماذا حققنا منها حققنا منها على انه للأسف نصدر ايضا الماء افتراضيا في مجموعة من الفواكه وكان نعطى معها الفرشة المائية كلها والنتجة اليوماتية على انه مجموعة من المناطق والمدن في المغرب تعرف واحد انقطاع متكرر في الماء اذا عندنا مجموعة من الخطط مجموعة من استراتيجيات للدارث على مدار سنوات ولا ما اعطتنا تشي حاجة هذه الحشرة القرموزية اليوماتية اللي احنا ما حاربناها ولا حاولنا ندير منها شي حاجة كما دارث لبيرو في تجربة رائدة حولات هذه الحشرة القرموزية في الاماكن اللي قد ضربها هذه الحشرة هذه كتقول لما سيدي خلوها وكتشدها وكتحول هذه الأراضي المصانع وكتصنع منها مجموعة من المواد اللي عندها علاقة بتجميل او اللي كتستعمل في المنتجات الطبية وشفة الطبية وخلقات بها واحد ثروة كبيرة جدا احنا ما حاربناها ولا صنعناها للأسف الشديد خليناها وكنا نتعامل بالمثل اللي كيقول كم حاجة قضيناها بتركها واليوماتية كنقول لكم على أنه الناس رعا مشات بعيد البيرو مشات بعيد علينا في محاربة الحشرة القرموزية نحن مع هذه الحكومة هذه حياتنا كاملة ونحن نحاربوا مع مرنا صنعنا ولا درنا شي حاجة ولا نحاربوا الفقر نحاربوا الهشاشة نحاربوا الفساد نحاربوا كل جميع الضاهر نحاربوا والتظاهرة ما قضينا عليها إلى جينا الرت بوروسنا كننقونا في جميع المؤشرات ديال الترتيب نحن في المرتبة الدنيا وهذا يعني على أن هذه المحاربة على مدار سنوات طويلة ما أعطت ناش نتائج واضحة وحقيقية والنتيجة اليوم على أنه أكناري كما كنسموه نحن في الجنوب كله ولا الهندية كما كنسموه نحن كاملين كمغاربة واللي كناها واشبعنا من هيئنين عينا اليوماتية أصبحت حلما مستحيلا بالنسبة لنا فما بالك بمجموعة من الفواكه ومجموعة من الأمور الأخرى اللي نحن مقدين ندركوها فالله يجازكم بخير هذا الشيء كامل اللي قلنا انتو ما كتقولوا عكسه انتو ما كتعطونا خطاب الاستهلاك من اللي كنا سمعوك نقولوا على أن الأمر يتعلق بفنلندا أو السويسرا أو النرويج أو دولة أخرى ماشي لبلاد ديالنا لأنحنا اللي عايشين وإحنا اللي عارفين وما حاسب المزود غير المخبوط به ولكن التبريرات اللي كتعطوها الجفافة وعلى مدار سنوات طويلة جدا ولا يمكن باتاتة أن نكون قولها من هذا المنبر رابط الاقتصاد ديالنا دائما بالسماء رابط الاقتصاد بالتصنيع رابط الاقتصاد بالزفد للحواجي اللي كنحاولو نحاربوها ونخرجوا من هالأمور ديالنا أما مقاو دائما نتعلل بالفساد نتعلل بالحرب الأوكرانية الروسية اللي مغلية المزود ومغلية الليسانس نتعلل بمجموعة من الظواهر العالمي فهذه التعليلات هذه كنقول لكم كفارة فطنة وراء عقنا بالدارجة المغربية وراء التبريرات لم تعد تنطل على أحد خاصنا إلى بغينا نكون واضحين خاصنا هذه الاستراتيجيات كلها اليوماتي نقيمها ونعاود فيها النظر ونعرف ما لنا وما علينا ولماذا وصل الأمر إلى هذا الحد هذا ولات هادي اللي كانت فابور ولات حتى هي دائرة القرون تحياتي لكم والسلام عليكم